اشتركوا في القناة في حياة الرائية والرائي ويتعتبر من الرأة التحذيرية ومن الرأة الغير محمودة عامة في المنام وهي رؤية السعبين في المنام السعبين في المنام عامة بتدل على العدوة من الاهل والازواج والاولاد ربما جار حسود السعبين في المنام بتدل على شخص في حياة الرائية أو الرائية من المقربين منه شخص ما بيحبش للرائي الخير شخص بيحاول يدمر حياته حاقد عليه ربما ايضا بيدل على يعني اشخاص في حياة الرائي أو الرائية لازم ان الرائي يحذر منهم لان رؤية السعبين في المنام عامة من الرؤية الغير محمودة الحلم يعني اي شخص او اي حالم يشوف في منامه سعبين يعرف ان فيه خطر او تهديد او ربما ازاء من شخص في حياته فاي شخص يشوف السعبين في منامه يعرف ان فيه خطر بيواجهه فيه تهديد بيعني تهديد وربما ازاء من اشخاص او من شخص في حياته لازم ان هو يحذر منهم رؤية السعبين اللي بتطرد الحالم في المنام دلالة على شعور الرائية ايضا بالخوف والقلق من امر معين ربما بيكون خوف داخل داخلي من الفشل او الرفض في حياته لاغت السعبين في الم الحلم بتدل على الخيانة والغضر من شخص قريب جدا للرأي ربما يكون صديق ليك او صديقة ليك في حياتك ربما يكون شريك في عمل او شريك مثلا في مشروع او عمل ربما احد افراد على العائلة يعني لما تشوف ان فيه سعبين لدغتك او فيه صعبين على الاخص لدغتك تعرف ان فيه غادر من احد الاشخاص المقربين منك ولازم ان انت تحذر منه ربما ان الشخص ده حسود عليك وحقد عليك على النعم اللي ربنا اكرم عليها بيك ربما يعني زواج ناجح ربما يعني حياتك سعيدة اولادك ناجحين فالشخص ده بيتمنى زوال النعمة او النعم اللي مدها لك ربنا منك ربما ان الشخص ده ايضا بيحاول ان هو يدبر لك مكايد فلازم ان انت تحذر من هذا الشخص لازم تحذر من الاشخاص المقربين منك عمتا للصعبين او الصعبان في المنام بيدل على الحسد بيدل على يعني شخص حقد عليك شخص شرير في حياتك وطبعا بيختلف باختلاف لون الصعبان فالصعبان الاسود خطر وتهديد بيواجه الحالب الصعبان الاخضر يعني حسد وغيرة في حياة الرأي والصعبان الاصفر مشاعر خوف وقلق حتى الصعبان الابيض ايضا بيتدل على الشخص في حياتك عدو لك ولكن ضعيف فرؤية الصعبين في المنام عمتا كلها رؤى غير محمودة ولو شفت ان فيه الصعبان يعني عضك او لدغك وبعد استقاظك من النوم وجدت اثر للهات غدي تعرف ان انت اتعرضت الحسد شديد او اتعرضت السحر وهنا لازم تسارح بالعلاج للضرورة بتتواصل معركة شرعية او بتتواصل مع شخص مثلا يعني شيخ مثلا يحصنك كويس ويقرأ عليك الرؤية الشرعية للضرورة ولكن المحمود في رؤية الصعبين عمتا لما تشوف ان انت استطعت ان انت تتخلص من الصعبين او في المنام او شفت ان فيه صعبان كان بيطردك واستطعت ان انت تكتلو او تتخلص منه هنا بتكون الرؤية محمودة بتدل على التخلص من المشاكل بتدل على التخلص من الاعداء الموجودين في حياتك بتدل على وصولك لاهدافك حتى لو واجهتك عقبات ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فصره يكتبها الناس في الفيديو ما تنسوش تشيركم في القناة وتفعل الجرس على شرق قناتكم توصل لك بالقدر منكم من الناس وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله